اليوم تبين لي نام بعد واحد المجموعات ديال الفرحة اللي فرح الشعب المغربي مع انتصارات ديال المنتخب الوطني كنا كان اعتقدوا فعلا ان هاد الانتصارات غد تكون واحد دافع باش نتغيره في مجموعة ديال المجالات ولكن للأسف قطاع المحامات اللي اليوم غدا نحو واحد الاحتكار ديال واحد المجموعات ديال العائلات اللي بانوا في النتائج الاخيرة هاد الفضيحة بكتر من انها فضيحة اخلاقية هي فضيحة سياسية كبيرة كي يعيشها اليوم هاد العهد ديال هاد الحكومة هادي بحيث اننا تفاجأنا ان مسؤولين اداريين داخل الوزارة من ناجحين ان الناس دوزات الامتحان ولقات هاد الارقام دازوا فيه ابناء واحد النافدين ان الناس من حزب البام وقيادين فيه ناجحين ان قيادات حزبية وقيادات سياسية احتها هما من ناجحين ان الناس يمكن ما حضراتش حديث عن اموال حديث عن رشاوة هاد الامر تجاوز حد الفضيحة الاخلاقية الى فضيحة جنائية كتقتاضي من نيابة العامة انها تفتح بحت دقيق فهذا الامور هاد يؤدون ان مسألة استقلالية نيابة العامة اليوم امام امتحان حقيقي خصوصا بعد ما قرر الحزب المغريب الحر انه يتوجه بشكاية الى السيدة رئيس نيابة العامة الوكيل العامة لدى محكمة النقد في هاد الواقع هذه لان الامر تجاوز كافة الحدود التي يمكن ان يسمح بها وكافة الاخطاء القليلة التي يدعي انها عادية في مثل هاد الامتحانة هذا امر خطير وامر يمس بسمعة القضاء اولا يمس بسمعة المحامات لان لو لنا كنفتحوا باب المحامات الى عديمي تكوين الى ناس دخلت بباك صاحبي فاننا كنهدوا مصالح المواطنين اللي غادي يجيوا غدا بعدوا يتقضوا امام ناس كتعتبر ان الفلوس هي الوسيلة الوحيدة للنجاح وبالتالي كنفتحوا باب للرشوة باب التدخلات باب لافساد القضاء ونزاهة القضاء لم اتعجب تماما من رد السيد الوزير لان احنا تابعنا السيد الوزير وردود الفعل دياله منذ توليه لهذا الحقيبة اللي هي تعتبر من حقائب سيادة وحقيبة اللي كتعطي الوجه ديال القضاء اللي كي اعتبر سلطة من سلطة ثلاثة لكتسياد الدولة واللي كتحتم على المسؤول فيها يكون كيتمتع اولا كيتمتع بوح النوع ديالرزانة والنوع ديالخصانة شفنا الحديث على التقاشر شفنا الحديث على اتهامات مجانية لمجموعة القطاعات لا القضاء ولا المحامون شفناك مجموعة ديالتعبيرات لا اخلاقية وبالتالي كان الرد انه عنده الفلوس وقرى ولده كيقول المثل كله اناء ينضح بما فيه هذا هذا امر جيد طبيعي الى اعتبرنا ان هذه هي النخبة السياسية لأفرزتها الانتخابات الاخيرة نخبة كتعتبر نفسها فوق القانون كتعتبر نفسها انها بفلوسها قدرة تدر اي حاجة وقدرة انها تجاوز جميع الحدود الاخلاقية والحدود ديالحترام للشعب المغربي اللي يوصلها لهذا المنطق وبالتالي لهذا المنصب اشتركوا في القناة